الموقف النهاردة بيفكرنا بالموقف العربي سنة 1258 للميلاد لما اكتاحت قوات المغول بغداد لما شردوا أهل بغداد وقتلوهم لما خدوا الصروة الثقافية للعرب في الوقت ده اللي موجودة في بغداد من الكتب وردموا بيها مهر دجلة والفراط كان واصل بين الضعف إن المغولي من دول أو التتاريسة زي ما انت عايز سميه سميه يهجم على المسلم ويبقى مش معاه سيف عشان يقتله يقول له خليك واقف هنا لحد ما رحس أجيب السيف وأجي قتلك يفضل المسلم واقف لحد ما المغول يروح يجيب السيف ويرجع يقتله كانت الهزيمة هزيمة نفسية لأبعد حد كانت الهزيمة هزيمة ما شفنهاش قبل كده في تاريخنا الإسلام سنة 1258 الفرق مش كبير قوي في المشهد سنة 2019 من 1258 ل2019 فرق كبير في السنين بس الفعل تقريبا واحد أي نعم بعد اللي حصل في بغداد واللي حصل من المغول والتتار وقفوا المسلمين والعرب مرة تانية وقدروا يحرروها قدروا يقفوا زحف المغول وقفهم قطز والظاهر بيبرس قطز اللي مش بيعملوا عنه مسلسل دلوقتي بيعملوا مسلسل عن طمان باي ليه لأنه كان فيه نصر إسلامي هم دي حاجة ما بيحبوهاش هم عايزين يجيبوا واحد يقولوا أنه تصدى للعثمانيين ما علينا قطز والظاهر بيبرس قدروا أنهم يوقفوا المغول الظاهر بيبرس فضل وراهم لحد ما دخل بيوتهم دخل أراضيهم كمان وبعد كده تجوز بنت أمير من أمراءهم ودخلوا الإسلام لأنهما كانوا قابلتين كبار المهم ما علينا مش دي السطلة الحالة اللي احنا فيها دلوقتي بتقول أن احنا بنعيش نفس الظروف بس مش الإنسان في الشارع هو اللي المغولي بيقول لوقف هنا لحد ما روح أجيب السف وجقتلك لا دول الحكام أو المتحكمين أو اللي تعينوا على حكم أو على روس البلاد العربية بغير إرادة من أهله لو قعدنا نعد حكام بلاد العرب ونشوف مين فيهم جاه بإرادة الشعب زي قيس بن سعيد في تونس مثلا مش هتلاقي غير واحد ولا اتنين يعني قيس بن سعيد الناس هاي اللي جابته وكمان واحد ولا اتنين في الوطن العربي والبقيين جايين من غصب عن الناس غصب عن الناس باسم بقى الأمير فلان ولا الملك فلان ولا الشيخ فلان ولا الرئيس فلان ولا الجنرال علان مش مهم الأسامي المهم إن احنا في حالة ما بتعبرش عن الشعوب وعلشان كده ما فيش فرصة أحسن لترامب إنه ينفذ كل الأجندة الصهيونية الأجندة الصهيونية اللي كانت عايزة القدس عاصمة لها الأجندة الصهيونية اللي كانت عايزة تضم الأراضي السورية الجولان العربية الأجندة الصهيونية اللي عايزة ترامب يعترف بالمستوطنات اللي أقيمت على أراضي فلسطينية محتلة يعترف فيها مبارح ويقول انها مستوطنات شرعية احنا في حالة من الخبل احنا في حالة من تواري الاعراب عن التاريخ وخضوعهم لكل واحد بيهنهم ترامب اللي بتكلم عليه اللي بيحقق للحركة الصهيونية احلامها واملها بل اكتر مما تريد هو هو نفسه ترامب اللي بتتبرع له المملكة العربية السعودية وبتدي له فلوس ملهاش عدد وملهاش حصر كانوا بتكلموا عن 640 مليار بس اعتقد دلوقتي الموضوع مش 640 مليار الموضوع بقى اكتر من كده بكتير وده مش بكلامي ده بكلام ترامب ترامب اللي بيحقق اهدف الصهيونية وبياخد فلوس السعوديين والاماراتيين واللي زيهم دول وبيهنهم في نفس الوقت مين فينا مش فاكر اهنات ترامب المتولية واللي بقت كأنها سلوجان عند ترامب سلوجان حاجة متكررة اللي هي بقت عادة عند ترامب كل ما يتزنق ويحب يقول الناس في امريكا انا كويس وبجيب لكم فلوس انتخبوني تاني يطلع يشتم في الملك سلمان ملك المملكة العربية السعودية للأسف ان اللي بتشتم ده ويستهزق به بيسمى خدم الحرامين الشريفين يعز علينا ان ده يحزن ترجمة نانسي قنقر